ومرحبا بك راسم وبداية الحمد لله على السلامة أثناء تغطيتك لهذا الموضوع في مستشفى تركي تم احتجازكم داخل المستشفى ما هي الأسباب وحدثنا عن ظروف الاحتجاز بداية قبل الخوض بموضوع الحادث أهلا ابتهاء لصباح الخير وتحية لكي ولي جميع متابعي قناة دزل الفضائية على الفور سمعنا خبر أنه هناك 13 حالة مصابين بعض الذئب مسعور هجم على قرية البجمعة في التابعة إلى قضاء سيد الخير توجهنا إلى المستشفى التركي لمعرفة حيثيات الموضوع أنا والزملاء الإعلاميين علي صالح مراسل قناة زاقروس والأخ نور السعيدي مراسل قناة المسرة والأخ أزهر مراسل قناة آفاق للأسف الشديد حين دخولنا إلى المستشفى واجهنا إجراءات تعسفية من قبل إدارة المستشفى التركي على الفور أمروا جهاز الأمن الوطني المتواجد في داخل المستشفى والقوات الأمنية باعتقالنا وسمعنا منهم الكلمات النابية للأسف الشديد وحاولوا سحب آلات التصوير ومعدات التصوير من عدنا ونحن رفضنا أن نسلم آلات التصوير طبعا هذا الإجراء ليس هو الأول دائما نتعرض إلى هجوم من قبل دائرة صحة ذيقار ومنعنا من التغطية الإعلامية ما سبب راسم هذه المرة؟ ما سبب الاحتجازكم برأيك؟ ابتهال كما تعلمون أن قناة دجلة هي قناة حرة وتنقل الحقيقة بمصداقية ونقلنا كثير من ملفات الفسادة المتواجدة في دائرة صحة ذيقار وآخرها هو مركز إسعاف فوري لمنطقة الشخارة والمخازن المتهمة بها دائرة صحة ذيقار بأنه توجد فيها أجهزة طبية مسروقة من المستشفى التركي هذا هو السبب وأن دائرة صحة ذيقار لوحت بإقامة دعوة قضائية ضد مرأس القناة دجلة هنا في محافظة ذيقار رأسا بالعودة إلى الحادث ضعنا في تفاصيل أعداد المصابين وحالتهم الصحية ابتهال قضاء سيدة خيل يعاني منذ عام 2005 و6 من الجفاف الحاد وخرجت لديهم أفعى سيدة خيل وللأسف الشديد يعني الحكومة عجزت عن معالجة أفعى سيدة خيل وتم هجرة أغلب العوائل من هذه المنطقة لكونها انقطعت المياه والزراعة عنهم اليوم هجوم قطعان مالذئاب على القرية للأسف الشديد يعني من ضمنهم ذئب مسعور يعني أوقع بثلاثة عشر شخص من ضمنهم أطفال ونساء وكبار في السن ثلاث حالات طبعا في حالة خطيرة جدا نعم واثنين منهم في مركز الإنعاش المشكلة وين ابتهال؟ المشكلة أنه دائرة صحية الذقار تفتقر إلى المصل المخصص إلى عضة الكلب أو معالجة هذه الحالات أهالي المرضى الراقدون في داخل مستشفى التركي ناشده من خلال قناة دجلة بتوفير العلاج يعني خلال يومين أو ثلاثة أيام لربما تحدث حالات وفاة يعني بين هؤلاء المصابين بهذه العضة وللأسف الشديد يعني لحد الآن عاجزة دائرة صحية الذقار من توفير هذا المصل نعم طيب راسم أرى ضيوفك الكرام أيضا يقفون إلى جانبك يعني لمن يحملوا ربما هم من ذو الضحايا مسؤولية عدم وجود علاج أو مصل لعلاج هؤلاء المصابين وأنت تقول حالاتهم خطيرة المتجدين يعني بقربي الأخ علي مراسل قناة زاقروس وكان شاهد على العملية وأيضا ناشده والأخ نور السعيدة مراسل قناة المسر علي يعني أنت شكت الحالة مع المواطنين ومن حملوها وشنو الإجراءات اللي صارت بياكم بسم الله الرحمن الرحيم موضوع العضة الذئب اللي تعرضوا لها مجموعة من المواطنين بقضاء سيدة خيل المواطني الناشد عبر القنوات الفضائية وعبر قناة دجلة وقناة زاقروس الحكومة المحلية ومدير مستيشفى التركي ودار الصحة الذقار أن يقوموا بجلب المصر ولكن هذا المصر غير متوفر في مستيشفى التركي حاليا فلذلك قاموا بالبحث عنه في الأقضية والنواحي وحسب كلام بعض المواطنين أنهم اتصلوا بمحافظة البصرة واتصلوا بمحافظة المثنى لعدم وجوده في محافظة الذقار لماذا لا توجد هكذا مصوله هكذا علاجات لهكذا حالات المتوقع حدوثها في المحافظة خاصة في ظل التصحر في ظل ضعف الأطلاقات المائية وقلة المزروعات وقلة الزراعة أن الذئب توجه لهذه المنطقة لأن هذه المنطقة حاليا تفتقر إلى الزراعة والمواشي والحيوانات وغيرها من الأمور فلذلك الذئاب جائعة تتوجه إلى المواطنين لسدق رمقها فتوجهت هذه الذئاب إلى المواطنين ليش؟ لأن ما كواعدهم لا زراعة ولا أعدهم أصلا حتى هما حسب كلام المواطنين يقولوا ما عدنا حتى حيوانات أو عدنا حلال يجيها قبل كانت الذئاب تأخذ شخص واحد كإجراءات دائرة صحة الذقار شون اللي صاروا إياك؟ إجراءات جدا تعسفية يعني إحنا دخلنا بهوياتنا الرسمية من الباب الرئيسي سمحونا بالدخول من دخلنا دائرة صحة همنا بعض التصويرات لبعض الراقدين بس عندما قاموا بذكر موضوع أنه عدم وجود اللقاء وعدم وجود المصل الخاص بهذه العرضة الخاصة بالذيب أو الكلاب بصورة عامة مباشرة تم إيقاف التصوير ومحاولة سحب التصوير ومحاولة سحب معدات التصوير بالكامل وتم احتجازنا بغرفة المعاون الإداري من قبل المعاون الإداري والأمن الوطني والقوة الأمنية الماسكة للمستشفى نعم رأسا نور شنو الأجراء اللي اتخذوا ياك القوات الأمنية وإدارة مستشفى التركي؟ طبعاً اللي حصل هو تجاوز معاون الإداري مستشفى التركي وكذلك أيضاً حتى بالاتصال الهاتفي مع مصطفى جلود مدير مستشفى قال هم يبقوا محجوزين حاولوا يسحبون معدات التصوير من عندنا نحجزنا أكثر من ساعة تجاوزات بقت مستمر حد ما خرجنا وأي دور يوم نقابة الصحفيين محافظة ذيقار ما كما عدا الغزوان الغزي اللي هو مقامة واصلوا يانا وبعض من الأخوة الإعلامية نعم ابتهال دعيني أنتقل إلى شاهد عيان أيضاً كان متواجد في المستشفى في حال سماع خبر هجوم الحيوانات المفترسة السلام عليكم عليكم السلام أخو راسم حقيقة نستنكر قضية احتجاز الإعلامين وهذا يدل على عدم دموقراطية موجودة في العراق وقضية تكميم الأفواة ودكتاتورية بعض المدراء يعني كل مدير في محافظ ذيقار يتخذ إجراءة دكتاتور عندما انتصلت انت شخصية بمدير مستشفى التركي الذي كان مفترض أن يكون ميداني في داخل المستشفى مدير المستشفى يجري العمليات في مستشفيات أهلية وتارك الناس بعد المناشدات واتصالات مع الأخوة الناشطين والإعلامين نطالب بتوفير أبسط علاج وهو علاج آداء الكلب الذي لم يتوفر في دار الصحد والدار الصحد التي تصرف سنويا مليارات من أجل توفير العلاج ذلك نحن نوجه رسالة لمدير صحة ذيقار قضية تكميم الأفواه ومحاربة إعلامي ومحافظ إيقار هذا من المخزي والمعيب لأن الإعلام ناقل الحقيقة لذلك تم احتجاز الإعلاميين ساعة ونصف لو لا تدخل ناشطين ومتظاهن ساعة الحبوبي لكانوا إلى الآن محتجزين إعلاميين لذلك نوجه رسالة إلى أخواتنا الإعلاميين أن يقيموا دعوة قضائية على دار الصحة ذيقار ومدير دار الصحة ذيقار من أجل ردع هكذا أفعال وسنكون نحن شهود معهم لكنا وقبناهم بالاحتجاز واخرجناهم رغما أنوهم هالها الأفعال لا تليق بالإعلام العفو لا تليق بالمسؤولين ولا تليق بالديمقاطية وجرس المسؤولون قبل تشرين شيء وبعد تشرين شيء الآن ماذا ما أقول من عبد التشرينين وشباب التشرين التشرينين يثبتون الدمقاطية ويقفون مع الإعلاميين مهما كان المسؤول وجهة الاتقاف المسؤول وناشد الحقيقة ناشد هيئة السياسة السدري مدير صحة ذيقار تابع لكم وتم تعيينه من قبل نائب سابق نشكور لك نعم ابتهال هذا ما لدينا عن الأحداث اليوم التي حدثت في ذيقار نعم راسم نتمنى لكم السلامة لكم والي المصابين أيضا في المستشفيات شكرا جزيلا لكم رأسنا راسم كريم من ذيقار اشتركوا في القناة